رعى ضبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدسي للاتين حفلة افتتاح العام الأكاديمي الجديد وتدشين طابق كلية الفلسفة واللهوت للمعهد الإكليريكي في بيت جالا بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك وعدد من المطارنة والأباء الكهنة وشخصيات رسمية وعامة المزيد في رسالة الأرض المقدسة من قلب الأبراشية النابد ومن أحضان المعهد الإكليريكي للبطرييركية اللاتينية الأرشلمية في بيت جالا وبمناسبة انتهاء أعمال التجديد لقسم كلية الفلسفة واللهوت وبداية العام الأكاديمي ترأس غبطة البطرييرك الكاردينال بيير باتيستا باتصابالا بطرييرك القدسي للاتين صلاة الغروبي في كنيسة كابيلا الإكليركية الكبرى بحضور المطران وليام الشوملي والمطران بولوس مار قدسو والمطران يوسف متة متران أبراشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاتوليك ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي وحجد كبير من الكهنة الأجلاء والراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي وبحضوري وزير السياحة السيد هاني الحايك ورئيس بلدية بيتجال الأستاذ عيسى القصيص والمهندسين وممثلي المؤسسات المسيحية والمدنية وأصدقائي ومحسني المعهد وعدد كبير من المدعوين تخلل البرنامج تكريس المبنى الجديد من قبل غبطة البتريارك والترحيب بالجميع في مسرح المعهد وإلقاء كلمات ترحيبية وكلمة الغبطة البتريارك وموجز عن التجديدات والإنجازات في الصرح وكلمة للأب الدكتور إياد طوال عميد كلية الفلسفة واللهوت وكلمة مدير المكتب الاستشاري المهندس وسام السعيد كما تخلل التتشين تراتيل من جوقة الرعاة وطلاب المعهد الإكليريكي المبسوطين أنه نستقبلكم اليوم في هذا اليوم اللي أجا غبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالله حتى يبارك إعادة ترميم هذا المكان اللي بيخدم كلية الفلسفة واللهوت في المعهد الإكليريكي المكان اللي بغدو طلابنا الإكليريكيين التنشئة الأكاديمية المختصة بدراسة الفلسفة واللهوت لتكوين كهنة المستقبل وأيضا هو مفتوح إلى العلمانيين المؤمنين اللي بحاولوا يعرفوا عن إيمانهم في مركز التنشئة الروحي الذي بدأنا العام المنصرم نحن مبسوطين كتير أنه بين الماضي والحاضر فيه نوع من الاستمرارية يعني هذا الشرف اللي نحن بنحمله في هاي الفترة في رئاستي من ثلاثة سنين بحاول أستمر في الإشي اللي نعمل بهذه التضحية الكبيرة اللي بنت هاي الأماكن هاي تضحية صغيرة أنه يكون هذا المكان جميل مكان يستمر للسنوات القادمة وهذه بعض من اللي نحن بنقدر نقدمه لهذا المكان اللي بنحبه واللي ربانا واللي نتنشأنا فيه وفي نهاية البرنامج أقيم حفل استقبال في بستين المعهد الإكليريكي والتقاط الصور التذكارية للنورسات مارلين الحدوى من بحاة المعهد الإكليريكي بيت جالة ترجمة نانسي قنقر